بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي وفقنا لصيام ما مضى من هذا الشهر ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام ما بقي وأن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر أما بعد أيها الإخوة الكرام نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يجعلنا هداة المهتدين في هذه الليلة نتذاكر شيئا مهما من أحكام ديننا وموضوعنا فوائد وأحكام من آيات الصيام من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَنِيئًا لَكُمْ هَنِيئًا لَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أن الله يناديكم باسم الإيمان فتمسكوا بالإيمان وعرفوا الإيمان وابتعدوا عن التقليد لا بد من العلم إذا قال الإنسان أنا مسلم لا بد أن يعرف ما معنى الإسلام والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك إذا قال أنا مؤمن لا بد أن يعرف ما معنى الإيمان ما هو الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فأنت أيها المؤمن هنيئًا لك أن الله يناديك باسم الإيمان وإذا ناداك باسم الإيمان هذا تكريم لك وأيضًا شيء مهم ربنا لا ينادي باسم الإيمان في القرآن الكريم إلا إذا كان لي شيء مهم وعظيم ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ولذا ينبغي لنا إذا قرأنا القرآن يا إخواني إذا قرأنا القرآن أفضل كلام أحسن كلام كلام الله فيه الهداية فيه الخير أحسن رسالة فيه الشفاء فيه الموعظة فيه الهدى لا بد أيها الإخوة أن نتفهم كلام الله ننظر ما معاني الكلمات ما معنى هذه الكلمة ثم إذا انتهينا من معاني الكلمات ننظر إلى المعنى الإجمالي ثم إذا فهمنا المعنى الإجمالي ننظر ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذا الكلام وهكذا ينبغي في هذا الشهر مضى مضى أربعة عشر يوم وما بقي إلا القليل فينبغي لنا أن نهتم بقراءة القرآن وتدبر القرآن هل تعلمون أن السلف الصالح كانوا يختبون القرآن في رمضان في كل ثلاث ليال وبعضهم في كل سبع ليال فأنت كم مرة تختم القرآن فتدبر القرآن وافهم القرآن ما معنى يا أيها الذين آمنوا كتبا ما معنى كتبا كتبا معناها فرضا من هو الذي فرضه من هو الذي فرض الصيام الله سبحانه وتعالى ولذا هنا الصيام نائب فاع المرفوع كتب عليكم الصيام نائب فاع المرفوع وهو الصيام معناه في اللغة الإمساك معناه في اللغة أن الإنسان يمسك عن الشيء ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يعني إمساكا عن الكلام معنى الصوم إمساك عن الكلام بدليل قولها فلن أكلم اليوم إنسيا هذا معنى الصيام في لغة العرب أنه الإمساك أما في الشرع فإنه عبادة عبادة لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو هذا هو الصيام شرعا أن تتعبد الله عز وجل لماذا تترك الأكل لماذا تترك الشراب أربعة عشر ساعة أو عشر ساعات كلها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كلها طاعة لله عز وجل هذا هو الصيام الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ولذا ربنا سبحانه وتعالى من رأفته ورحمته بعباده المؤمنين بيّن لهم أن هذا الصيام لم يكتب عليهم وحدهم وإنما كتب على الذين من قبلهم كما كتب ما هنا يقول علماء اللغة العربية مصدرية والكاف حرف جر وهو يفيد التشبيه وهو تشبيه للكتابة بالكتابة تشبيه للكتابة بالكتابة وليس المكتوب بالمكتوب التشبيه بالفعل دون المفعول هذا أمر مضطرد يعني التشبيه بالفعل دون المفعول هذا أمر مضطرد في شريعتنا فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر التشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء لأن العلماء يقولون الكاف دخلت على الفاعل الذي يؤول إلى مصدر فمثلا قوله تعالى على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني كما فرض على الأمم السابقة الأمم السابقة حددهم كثير يعني يعم اليهود والنصارى ومن قبلهم كلهم كتب عليهم الصيام لكنه لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت أو المدة لكن هذا التشبيه فيه فائدتان هذا التشبيه كما كتب على الذين من قبلكم فيه فائدتان لنا ما هي الفائدة؟ الفائدة الأولى التسلية لهذه الأمة حتى لا يقال كالكلفنا بهذا العمل الشاق دون غيرنا لقوله تعالى وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ يعني لن يخفف عنكم العذاب لاشتراككم فيه كما هي الحال في الدنيا فإن الإنسان إذا شاركه غيره في أمر شاق هان عليه ولذا قرأنا كلام الخنساء لما كانت ترثي أخاها صخرا تقول وَلَوْ لَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي فالفائدة الأولى التسلية لهذه الأمة أن هذا الصيام لم يكتب عليهم وحدهم وإنما كتب على الأمم السابقة والفائدة الثانية أيضا استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت إليها الأمم السابقة كل شيء طيب عملته الأمم السابقة فنحن في هذه الأمة أخذنا منه بنصيب ولا ريب أن الصيام من أعظم الفضائل فالإنسان يصبر عن طعامه يصبر عن شرابه يصبر عن شهواته كل هذا لماذا؟ لله عز وجل ولذا لو بقي في بيت وحده لا يستطيع أن يأكل وأن يشرب طاعة لله عز وجل ومن أجل هذا اختصه الله لنفسه اختص الله الصيام لنفسه فقال تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثلة إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي فربنا سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين يرغبهم باسم الإيمان ويبين أن الصيام من مقتضيات الإيمان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ والنتيجة ما هي ربنا يُبَيِّل لنا النتيجة يُبَيِّل لنا النتيجة ما هي النتيجة يقول لعلكم تتقون لعل للتعليل في اللغة العربية للترجي ولكنها في القرآن دائما تأتي للتعليل فيها بيان الحكمة من فر الصوم لماذا فرض الله الصوم يقول لأجل أن تتقون الله عز وجل هذه الحكمة هذه الحكمة الشرعية التعبُدية للصوم لكن فيه فوائد كثيرة في الصوم فوائد كثيرة لكن ما سوى التقوى من مصالح بدنية أو مصالح اجتماعية فإنها تبع للتقوى الآن فهمنا معنى قول تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ما هي فوائد هذه الآية ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية وهكذا ينبغي كلما قرأنا آية أو آيتين أو ثلاث نفهم معناها ونسأل أفسنا ما هي الفوائد التي نستفيدها منها الفائدة الأولى أهمية الصيام ما هو الدليل على أهمية الصيام لأن الله تعالى صدره بالنداء يا أيها الذين آمنوا وعرفنا أنه كلما جاءت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فهو دليل على أهمية المطلوب فهذا دليل على أهمية الصيام وأن الصيام من مقتضيات الإيمان لأن الله وجه الخطاب إلى المؤمنين وأن ترك الصيام مخل بالإيمان هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية فضية الصيام الصيام فرض الصيام فرض كما قال تعالى كتبا ومعنى كتبا فرضا الفائدة الثالثة فرض الصيام على من قبلنا من الأمم لقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم الفائدة الرابعة تسلية الإنسان بما ألزم به غيره ليهون عليه القيام به لقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه ليس مكتوبا علينا وحدنا لكنه كتب على من كان قبلنا لننافسهم ونعمل الأعمال الصالحة وأيضا من الفوائد أن هذه الأمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أراد الله لها استكمال جميع الفضائل لمن سبقها استكمال هذه الأمة لفضائل من سبقها حيث كتب الله عليها ما كتب على من قبلها لماذا؟ لتترقى إلى درجة الكمال كما تترقى إلى غيرها كما ترقت الأمم التي سبقتها ومن الفوائد الحكمة في إيجاب الصيام ما هي الحكمة في إيجاب الصيام؟ لماذا أوجب الله علينا الصيام؟ هي تقوى الله لقوله تعالى لعلكم تتقون فربنا بالصيام يعدنا للتقوى ونصوم إن شاء الله ونكون من المتقين والتقوى ما هي؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي لكن هذا يدلنا على شيء مهم وهي الفائدة السابعة فضل التقوى التقوى لها فضل عظيم وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها التقوى فضلها عظيم وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية إذن هذه الغاية غاية عظيمة ما هو الذي يدل على عظم هذه الغاية؟ ما هو الذي يدل على عظم التقوى؟ أنها وصية الله للأولين والآخرين لقوله تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ فهذه وصية الله للأولين والآخرين هي التقوى وهذا دليل على عظم هذه التقوى ويتفرح على هذه الفائدة وهي فضل التقوى اعتبار الذرائع يعني ما كان ذريعة إلى الشيء اعتبار الذرائع ما كان ذريعة إلى الشيء فإن له حكم ذلك الشيء فلما كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواطن الفتن كل شيء يؤدي إلى الفتن ابتعد عنه حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من سمع بالدجال أن يبتعد عنه حتى لا يقع في فتنته الفائدة الثامنة حكمة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ما شرع أحكاما إلا لحكم كل أموره حكمة عظيمة لكن قد نفهمها وقد لا نفهمها وكل شيء فرضه الله له حكمة انظر حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع العبادات نحن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا ليختبرنا أيكم أحسن عملا ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا في هذه الدنيا عبث ولم يتركن همل بل كلفنا وقال أنا أريد يتبين أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فربنا سبحانه وتعالى جعل العبادات متنوعة منها ما هو مالي محظن ومنها ما هو بدني محظن ومنها ما هو مركب من البدن والمال ومنها ما هو كف لماذا لماذا تنوعت هذه العبادات ليتم اختبار المكلف لأن من الناس من يهون عليه العبل البدني ولا يمكن أن يخرج ريالا واحدا ومنهم من يكون بالعكس ومن الناس من يهون عليه بذل المحبوب لكن يشق عليه الكف عن المحبوب ومنهم من يكون بالعكس فمن ثم نوع الله سبحانه وتعالى بحكمته العبادات فهذا الصوم كف عن المحبوب قد يكون عند بعض الناس أشق من بذل المحبوب ولذا ينبغي للإنسان أن يصبر على ما أمره الله به ابتغاء الأجر والثواب ويعلم أن ما عمله من خير فإنه يجده وما عمله من شر كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى واعلم يا عبد الله أنك مكلف وأن عليك مراقبين يحفظون أعمالك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما تقول قولا إلا وهو مكتوب وما تفعل فعلا إلا وهو مكتوب فأحسن العمل وأبعد عن الشيء الذي يغضب الله عز وجل واعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامك ويراك فكن مؤدبا مع الذي خلقك وأمرك ونهاك فربنا سبحانه وتعالى قال في آية الصيام الثانية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ربنا سبحانه وتعالى من رحمته سبحانه وتعالى بعباده يبين أن هذا الصيام أياما أياما مفعول لقوله تعالى الصيام لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعله أي كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات فربنا يقول كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات أياما نكرة والنكرة تفيد القلة لكنها لا تفيد القلة وحدها لكن هنا تفيد القلة أما النكرة قد تفيد القلة وقد تفيد الكثرة وقد تفيد العظمة وقد تفيد الهون بحسب السياء لما قرنت هنا بقوله تعالى معدودات أفادت القلة يعني هذا الصيام ليس أشهرا ليس سنوات ليس أسابيع ولكنه أيام معدودات قليلة ولذا قال العلماء معدودات من صيغ جمع القلة معدودات من صيغ جمع القلة لأن أهل اللغة العربية يقولون جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم من صيغ جمع القلة ولذا نقول أيام الصيام هي أيام قليلة وانظروا الآن كم مضى أربعة عشر يوم مضت كأنها ساعة والدنيا كلها تنضي والشهر كله ينضي فلم يبق إلا العمل الصالح ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول أيام الصيام أيام قليلة أيام معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر هذا كالاستثناء من قوله تعالى كتب عليكم لأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يشمل المريض والمسافر والقادر والعاجز ومن هنا شرطية وكان فعل الشرط وجملة فعدة من أيام أخر جواب الشرط ولذا يقولون عدة مبتدأ والخبر محذوف والتقدير فعليه عدة ويجوز أن تكون عدة خبرا والمبتدأ محذوف والتقدير فالواجب عدة أو فالمكتوب عدة ولذا يقول الله عز وجل من كان منكم مريضا ما هي أحكام ما هي أحكام الصوم للمريض المريض له أحوال يعني إذا كان المريض مرضا يشق به الصوم أو يتأخر به البر أو يفوت به العلاج انتبه لهذا الأمر إذا كان المريض يشق عليه الصوم أو يتأخر به برء المرض أو يفوت به العلاج كما لو قال له الطبيب خذ حبوبا كل أربع ساعات أو كل أربع أو كل خمس ساعات وما أشبه ذلك ودليل التخصيص بمرض يشق به الصوم ما يفهم من العلة لا بد أن يكون هناك علة ولذا قال قال العلماء إذا كان يفوت به العلاج أو يتأخر به البرء أو يشق به الصوم فإن هذا له الإفطار وأيضاً الاستثناء الآخر إذا كان على سفر والسفر المبيح للفطر والحكم في التعبير بقوله على سفر انظر ما قال الله في سفر وإنما قال على سفر قال بعض العلماء رحبهم الله والله أعلم أن المسافر قد يقيم في بلد أثناء سفره عدة أيام ويباح له الفطر لأنه على سفر وليست نيته الإقابة كما حصل لسيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وإمامنا في غزوة الفتح لقام في مكة تسعة عشر يوماً وهو يقصر الصلاة وأفطر حتى انتهاء الشهر ونحن نعرف أن أعظم الفتوح وهو فتح مكة كان في رمضان فالإنسان إذا كان على سفر فإنه يجوز له الإفطار ولذا يقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر أيام أخر يعني أيام غايرة يعني أيام مختلفة قد تكون باردة قد تكون حارة قد تكون متوسطة لكنها أيام أخر غير أيام رمضان ولذا يقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه استثناءات عظيمة تدل على رحمة الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بالمؤمنين لكن يجب علينا أن نتمسك بطاعته وأن نعض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتعلم العلم الذي ينجينا من عذاب الله عز وجل فربنا يقول وعلى الذين يطيقونه ما معنى يطيقونه يعني يستطيعون الصيام لكن قال بعض أهل العلم يطيقونه معناها يطوقونه ومعنى يطوقونه أن يتكلفونه ويبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقا عليهم وقال آخرون إن في الآية حذفا والتقدير وعلى الذين لا يطيقونه فدية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول كلا القولين ضعيف والثاني الذي فيه حذف أضعف لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي وتفسير الشيء بضده لا يستقيم وأما القول الأول منهما فله وجه إذن ما معنى وعلى الذين يطيقونه على رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلى الذين يطيقونه يقول الشيخ رحمه الله ما ثبت في الصحيح من حديث سلمة ابن الأكوع يقول أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يفطر وإذا أفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولذا يقول الشيخ هذا ظاهر الآية هذا ظاهر الآية ولذا يقول الله عز وجل وأنت صوم خير لكم يدل على أنهم يستطيعون الصيام وأنه خوطب به من استطيعوا الصيام فيكون ظاهر الآية مطابقا لحديث سلمة ما هو حديث سلمة؟ حديث سلمة أنه كان هناك تدرج في الصيام كان في أول الصيام الإنسان إما أن يصوم وإما أن يفطر ويدفع الفدية لكنه نسخ بالآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولذا يقول الشيخ رحمه الله أن معنا وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعونه فالذين يستطيعون الصيام الذين يستطيعون الصيام كان في بداية الإسلام هكذا فدية ولذا قال فدية مبتدأ مؤخر خبره وعلى الذين يطيقونه وفدية أي فداء يفتدي به عن الصوم والأصل أن الصوم لازم لك وأنك مكلف به فتفدي نفسك فتفدي نفسك من هذا التكليف والإلزام بالإطعام لهذا المسكين ولذا قال الله عز وجل ففدية طعام مساكين لقوله تعالى فدية يعني عليهم لكل يوم عليهم فدية لكل يوم طعام مسكين ليس المعنى طعام مسكين لكل شهر بل لكل يوم ما هو الذي يدل على أن الفدية لكل يوم القراءة الثانية في الآية طعام مساكين بالجمع فكما أن الأيام التي عليه جمع فكذلك المساكين الذين يطعمون لا بد أن يكونوا جمعا ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول فدية طعام مسكين ما هو المراد بالمسكين نحن عرفنا الفدية لكن الفدية طعام ما هو المراد بالمسكين المسكين الذي لا يجد شيئا يكفيه لمدة سنة هذا هو المسكين المسكين من لا يجد شيئا يكفيه لمدة سنة ولذا إذا قلنا المسكين ولم نأتي بالفقير يشمل الفقير والمسكين لكن إذا مر بك المسكين والفقير يختلف التفسير يختلف التفسير فإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين وإذا مر بك المسكين فإنه شامل للفقير لكن إذا جمعا قال هذا الطعام للفقير للفقراء والمساكين إذا جمعا يكون بينهما فرقا الفقير أشد حاجة من المسكين من هو الفقير هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة الفقير هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة والمسكين هو الذي يجد نصف فأكثر لكن دون الكفاية لمدة سنة ولذا يقول الله عز وجل فمن تطوع خيرا تطوع فعل الشرط وجوابه جملة فهو خير له وقوله تعالى وقوله تعالى خيرا منصوب على أنه مفعول مطلق والتقدير فمن تطوع تطوعا خيرا ما معنى من تطوع تطوعا خيرا أي فمن فعل الطاعة على وجه خير فهو خير له ويحتمل أن تكون خيرا مفعولا لأجله والمعنى فمن تطوع يريد خيرا أنت تفعل هذه الطاعة ماذا تريد؟ هل تريد خيرا أو تريد شرا؟ لكن المراد على كلا التقديرين واحد يعني فمن فعل الطاعة يقصد بها الخير فهو خير له من فعل الطاعة يقصد بها الخير فهو خير له ومعلوم أن الفعل لا يكون طاعة إلا إذا كان موافقا لمرضات الله عز وجل ما هو الفعل؟ الطاعة أنا أفعل وأفعالا كثيرة لكن أريد أن أعلم هل هذا الفعل طاعة لله أو ليس طاعة لله عز وجل نعم العلمة بيّنوا لك تستطيع أن تعرف هذا طاعة وهذا غير طاعة كيف أعرف؟ إذا كان موافقا لمرضات الله عز وجل بأن يكون خالصا لوجهه موافقا لشريعته فهذا طاعة فإن لم يكن خالصا لم يكن طاعة ولا يقبل وإن كان خالصا على غير الشريعة لم يكن طاعة ولا يقبل لأنه إذا لم يكن خالصا فإنه شرك وأما إذا لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة لكن هنا ربنا يقول فهو خير له اختلف في خير هل نقول هي للتفضيل؟ أي خير له من سواه أو نقول إن خير اسم دال على مجرد الخيرية بدون مفضل ومفضل عليه وهذا هو الأقرب ويكون المراد أن من تطوع بالفدية فهو خير له ومطابقة هذا المعنى لظاهر الآية واضح ولذا ربنا يقول وأن تصوموا خير لكم إذن المراد بالخير هنا التفضيل يعني أن تصوموا خير لكم من الفدية وهذا يمثل به النحويون للمبتدأ المؤول فإن قوله تعالى وأن تصوموا فعل مضارع مسبوك مع أن المصدرية بمصدر والتقدير صومكم خير لكم يعني من الفدية ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى في نهاية هذه الآية إن كنتم تعلمون هذه جملة مستأنفة والمعنى إن كنتم من ذوي العلم فافهموا وإن ليست شرطية فيما قبلها يعني ليست وصلية كما يقولون لأنه ليس المعنى خيرا لنا إن علمنا فإن لم نعلم فليس خيرا لنا بل هو مستأنف ولهذا ينبغي أن نقف على قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم هذه الآية المباركة التي فيها أحكام الصيام والسفر للمريض والمسافر نستفيد منها فوائد ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية الفائدة الأولى أن الصوم أيامه قليلة لقوله تعالى أياما معدودات الفائدة الثانية التعبير بكلمات يكون بها تهوين الأمر على المخاطب لقوله تعالى أياما معدودات ومن الفائد الفوائد رحمة الله عز وجل بعباده لقلة الأيام التي فرض عليهم صيامها ومن الفوائد أن المشقة تجلب التيسير لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لأن المرض والسفر مظنة المشقة ومن الفوائد جواز الفطر إذا كان الإنسان مريضا لكن هل المراد مطلق المرض وإن لم يكن في الصوم مشقة عليه أو المراد المرض الذي يشق معه الصوم أو يتأخر معه البر الظاهر الثاني وهو مذهب الجبهور لأنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشق معه الصوم أو لا يتأخر معه البر ولذا ينبغي أن نعلم أن العلماء رحمهم الله جعلوا للمريض ثلاث حالات المريض جعلوا له ثلاث حالات في الصيام أولا أن لا يضره الصوم ولا يشق عليه لا يضره الصوم ولا يشق عليه فلا رخصة له في الفطر الثاني أن يشق عليه ولا يضره فالصوم في حقه بكروه لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله الثالث أن يضره الصوم فالصوم في حقه محرم لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فالإنسان إذا كان لا يضره الصوم وهو مريض ولا يشق عليه فلا رخصة له في الفطر الثاني أن يشق عليه لكن لا يضره الصوم في حقه مكروه لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله الثالث أن يضره الصوم فالصوم في حقه محرم لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولذا ينبغي أيها الإخوة أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى بعباده رحيم وأنه فرض علينا الصوم لنتقيه ويجب علينا أن نكون عبيداً صالحين نقتنم الفرصة في هذا الشهر الكريم ونعلم أن هذا الشهر كنا نتمناه قبل أربعة أيام قبل أربعة عشر يوماً والآن مضت الأربعة عشر وما بقي إلا القليل فعلينا أن نتق الله وأن نحسن صيامنا وأن نكثر من الأعمال الصالحة وأن ننافس إخواننا وخاصة في قراءة القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم اقرأ الآية افهم معاني الكلمات افهم المعنى الإجمالي افهم الفوائد التي استفتها من هذه الآية وهكذا ينبغي أن تكون عبداً صالحاً وخاصةً إذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان أكثر بما يجتهد في غيره وخاصة في العشر الأواخر من رمضان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر ويجتهد فيها ويوقظ أهله إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وقام الليل كله يذكر الله عز وجل فعلينا إخواني أن نغتنم الفرصة في هذا الشهر عدونا إبليس محبوس عدونا إبليس محبوس أبواب الجنة مفتحة أبواب النار مغلقة نكفر من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة وأيضا نحاسب أنفسنا كل واحد يجلس مع نفسه يحاسب نفسه هل أنا عملي موافق لطاعة الله عز وجل موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن عندي نقص كل واحد عنده نقص يحاول إكمال النقص الذي حصل منه يحاول أن يكون عبدا صالحا انظروا يا إخوان الصالح الصالحين نسأل الله أن يدخلني وأياكم مع الصالحين الصالح الملائكة الذين يحملون العرش يستغفرون الله ويدعون له المسلمون في كل مكان في أقصى الشرق وأقصى الغرب وفي كل مكان يدعون للصالحين وأنت أيضا تدعو للصالحين فكن مع الصالحين واطلب من ربك دائما أن يدخلك مع الصالحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم متبعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء وهذا الوباء عنا وعن المسلمين وأن يوفقه ولاة أمورنا لكل خير نسأله سبحانه وتعالى ونقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وللدرس بقية نكملها إن شاء الله في وقت آخر وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر